موسيقى موسيقى طابة أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم كيف يتعامل الدكتاتور مع الزوجات والعشيقات صدام أغرم بإلهام وأجبر على ساجدة الجزء الأول بغداد في شتاء عام 1993 في قصر صدام حسين تم تحويل غرفة صغيرة إلى عيادة طبية كان يتم فيها تحضير الأدوات لإجراء عملية خطيرة كانت السيدة الأولى ساجدة طلفاء تنتظر لقد قررت ولم تعد ترغب في هذا الخال الموجود على ذراعها تم تعقيم المشرط بعناية فيما كانت أبرة المخدر جاهزة على الطاولة رغم كل هذه الاستعدادات إلا أن الدكتور علاء بشير نسي تفصيلا صغيرا تمت العملية بسرعة وبسهولة لكن الدم الذي سال من الجرح فاجئ الطبيب لقد نسى أن يخدر المكان موضعيا قبل أن يبدأ في شق الجرح فوجئ الطبيب بالأمر أكثر من ساجدة التي لم تقل شيئا حتى أنها لم تصرخ ولم تشك أبدا خاف الدكتور على المريضة فسألها هل كان الأمر مؤلما نعم ولكن حين نستطيع الصمود أمام صدام نتحمل هذا أيضا في تلك الفترة كانت القنابل الأمريكية قد توقفت عن السقوط على العاصمة العراقية بغداد منذ أقل من عام لكن قوات النظام كانت لا تزال قوية رغم فقدان أكثر من 200 ألف جندي خلال دخول الكويت من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لقد كانت العقوبات قوية وسقيلة لأن صدام فكر في أن يحول الكويت إلى المحافظة العراقية التاسع عشر تكريت عام 1946 غادر صدام حسين التكريت في بيت العائلة وقرر أن لا يعود إليه واستقر عند خاله خير الله طلفاه توفي والد صدام قبل أن يولد وحين بلغ العاشر من عمره تزوجت والدته مرة ثانية برجل صعب المراس يدعى الحاج إبراهيم الحسن ودون شك بسبب العقلية الريفية كنت أستيقظ باكرا لأجمع الحطب كانت تلك مهمة اليومية في الشتاء والصيف ومهما كان الوقت كما كنت ساعد أيضا والدتي في حلف البقارات والنعجات التي نملكها كنت نفت بدقة أوامر الحاج حسين لكن العلاقة ساعد بين الفتى وزوج أمه لذلك لم يكن أمام صدام من خيار سوى أن يغضي أيامه خارج البيت حتى يهرب من دكتاتورية الرجل كان صبح طلفاه امرأة حيوية تميزة بتعدد زيجاتي إنها امرأة بدوية حافظت على تقاليد البدو حيث كانت ترتدي بفخر الأساور الكثيرة وأما جبهتي وخدافة كانت مزينة بالوشم لم تكن هذه المرأة تتردد في التجوه العارية الذراعين وهو ما كان يعتبر أمر وقحا ومستهجنا في أرياف العراق البعيدة ترددت في تلك الفترة إشاع مفادئ أن زوجه الأول والد طفل الوحيد هرب من هذه المرأة العنيدة رفض صفحة طوال حياتي ارتداء الملابس الغربية أو أن تلطقت لها صور لقد كانت صارمة في موقفه وصدام لم يستطع أبدا إقناعه بأن تكون لها صورة على ورقا مصقول لذلك أرسل موفدين عنه إلى كل العراق من أجل البحث عن الرسام قادر على رسمه من دون أن تكون موجودة أمامه يقول رئيس البروتوكول السابق لصدام حسين لقد عمل الرسام متخفيا وراء مرآت غير مصبوغة حتى لا تدرك صفحة أن هناك من يرسمها في بيت الخال خرال طلفاء بدأ بيت الخال طلفاء أكثر ترحابا بالولد خاصة في وجود أطفال آخرين في مصر العمر كابنتي خالي ساجدة وإلهام بإضافة إلى شقيقهما عدنا كانت ساجدة أكبر من شقيقتها حيث احتفلت ذلك العام بعيد ميلادها العاشر وكانت تشارك صدام اللعب ومعه أيضا كانت أولى خطواتها في المدرسة بسرعة أصبح صدام تلميذا نجيبا وعن أول يوم لو في المدرسة يقول أحد زملائي في ذلك اليوم لم يتوقف عن رفع دشداشتي حتى يرى زملاء ملابسه الداخلية كان يعتقد بأنه أفضل شيء يملكه الفرد ويتمنى إبرازه وتعرف ساجدة جيدا ما يمكن أن ينجم عن غياب الأب فخير الله طلفاء عسكري شاب ناضل ضد الحماية البريطانية في العراق في عام 1920 وبينما انتقلت ابنتي لصف السادس انتهز خير الله طلفاء ضعف الإنجليز المؤقت ليحاول برفقة مجموعة من الضباط تشكيل حكومة متعاطفة مع النازين لطرد إنجلترا من البلاد لكن ألقي القمض عليه وسجن طيلة خمس سنوات بقي خلالها ساجدة مثل اليتيمة لكن حقيقة هناك روايات أخرى وكلام آخر عن خير الله طلفاء عن سجنين مدة خمس سنوات غير السبب المذكور ما يورد هنا وأيضا يعني حقيقة أنه خير الله طلفاء تبقى أوراقة وصفحات مطوية جدا ويعني عامت الناس يعرفون بأنه خير الله طلفاء استولى على بيت فلان على أراضي فلان لكن القضايا السياسية واتصالاتها مع الدولة لحد الآن غير واضحة بصورة يعني حقيقة أمام أعين الناس الجندي المراقب ساجدة هي أفضل شاهد على أول مشاعر السياسية التي كانت تسيطر على ابن عمتها صدام لقد كان منتبها لتعليمات الأب البديل خير الله وناضل إلى جانبي في انتفاض 1952 ضد الوجود العسكري بريطاني الذي كان يحول دون تمتع لإراق بالاستقلال الفعلي وأيضا هنا مثلا حقيقة ذكروا رواية أخرى من جهة يقولون بأنه ناضل ضد الاستعمار الإنجليزي ومن جهة الأخرى هنا روايات أخرى تقول بأنه خير الله طلفاء عمل كاتب طابعا في السفارة الإنجليزية في بغداد وكما يقال شي ما يشبه شي تبع صدام خطوات خارج ذلك حاول بعد عامين اجتياس مسابق الانضمام لكاديمية العسكرية لكنه فشل وأما ساجدة التي كانت ترغفين تصبح معلمة فقد واصلت تعليما بينما هو اصطرى لعادة توجيء أوهامي الضائعة وأصبح زعيم عصابة سرية ففي اكتوبر عام 1959 اقترح عليه أن ينفذ مهمة لقد رفض عبد الكريم قاسم ضم العراق لجمهورية ناصر فتم تشكيل كوموندو كان صدام الجندي المراقب فيه وكانت ممتي تختصر على أعطاء إشارة الهجوم الفاشل ولم يتمكن من الهروب بعده إلا صدام رغم الرصاص التي أصابته في ساقة وتنكر صدام في زي امرأة وغادر بغداد عبر الصحراء باتجاه سوريا وهذه لم تكن المرة الأولى التي لاحظت فيها ساججة أن صدام غادر بيتي في سبيل معتقداته بعد فترة قصيرة قضاها مع البدو وصل الهارب بسرعة إلى القائرة حيث عاش على معونات كان يوفره له متعاطفون مع النظام الناصري في القاهرة استأنف صدام دراسته في إحدى الثانويات حيث دق الراقي وسجل في كلية الحقوق القائرة في تلك الفترة بتعد صدام عن الصعلك حيث أصبح الطالب الشاب يتردد على شرفات مقاهي انديانا وتريامم لشرب الشاي والحديث عن اشتراكيه الوحدة العربية أو اللعب الشطرنج كان كتوم غير مهتم بالآخرين وفق أحد المقربين منه كما كانت لا تعرف عنه أي مغامرات مع الجنس الناعم حيث كان يؤكد بأنه كان يقضي معظم وقته في القراءة وليس في الخروج كتب صدام لزوج والدتي رسالة بعد بضعة أشهر من استقرار في القاهرة عبر له فيه عن رغبتي في الزواج كما أخبره بأنه اختار أن تكون ابنة خالي خير الله زوجة له كانت ردود الفعل مفعمة بالحماس في بيت الوالدة بفضل الله اتخذ الولد القرار الصائب لأن الزواج عند كل العائلات المتدينة في البلاد وخاصة أن الزواج المبكر يحمي من الظلال ويقيم من الأغواء بسرعة توجه زوج الأم السعيد لخير الله اللي ينقل له الطلب الذي قبله هذا الأخير مباشرة لقد كان صدام مغرما بابنة خال أخرى آخر موعد بها وفق صديق له لقد تحدث عنها وكان يفكر في الزواج بها لقد كان حب الشباب وأما ساجد فقد كانت مثل أخته وكان يصاب عليه أن يحبها كزوجة هذه الرغبة كانت تهدد وحدة العشيرة فوفقا التقاليد البدوية احتفظ الخير الله بابنته البكرة لابنته لابنيه بالتبني منذ الطفولة وكان الزواج بأخرى غير ساجدة يعني خيانة كبرى فرضخ صدام لتقاليد العشيرة أنه انقلاب عسكري خطط له حزب البعث والاستخبارات الأمريكية حكم قاسم في ببراج شباط من عام 63 ما سمح لصدام بالعودة إلى البلاد وكان يرغب في إتمام مراسيم زواجه الهروب من السجن احتفل صدام وساجد أخيرا بزفافهم والتقط صور لذلك كانت العروس ترتدي بروشا وقراطا فيما كان مكياجة خفيفا وشعرى بنيا قصير أما العريس فقد تخلص ذلك اليوم فقط وبصفة استثنائية من شنباته أي شوارب وارتد بدلة وربطت عنق استقر الزوجان في حي راغب خاتون البغداد في منزل صغير لكنه عصري له شرفة لكن نوافذة تم حمايته بقضبان حديد لم يعش الزوجان سوى فترة قصيرة مع بعضهما حيث أوقف البوليس السري صدام في شهر نوفمبر بعد انقرر العسكر في السلطة تجاوز حزب البعث تمكن الصدام حسين من الفرار من السجن في يوليو 64 بعد حوالي 20 شهر انقضاها محبوسا بعد انتاز فرصة نقلي من السجن إلى المحكمة حيث دع الحراس إلى تناول أفطار في مقهى وبينما كانوا منهمكين في الأكل فر من الباب الخلفي على هذا النحو انتقل الصدام إلى العمل السري أما مهمتي فكانت مساعدة أحمد حسن بكر في الاستحواذ على السلطة لكنه لم يفشل هذه المرة في المهمة حيث أصبح قريبا رئيسا للبلاد في عام 68 بعد انقلاب عنيف آخر هنا يعني يذكر بأنه انقلاب عنيف لكن بعض يقول ما يسموها 68 بالثورة البيضاء تحسن الأوضاع كانت تحت أمرتي أجهزة المخابرات في الحزب الدولة وهو منصب جعل منه الخليفة المحتمل ألقى صدام بكامل ثقله وطاقتي في هذا المنصب متجاهلا ساجد وأطفالي ثلاثة قصي وعدي ورغد التي ولدها عام 1967 كان صدام يعتني كثيرا بالتفاصيل وبفضل البدلات المخططة فاتحة اللون والسترات ذات الأزرار الأربعة كما كان يملك مجموعة كبيرة من ربطات العنق التي كان جريا في ارتداء الألوان الزاهية منها ويقول المهندس اللبناني فوزي شلهوب الذي كان يعمل لمصلحته لقد كان أنيقا دوما ومغرما بخياطي الماركات خصوصا الفرنسيين وكان يعتني كثيرا بتناسق ربطات العنق مع القمصان كما كانت أحذيتي مصنوعا دوما من الجلد وكان ينهي مظهره دوما برشة عطر ويقول المتحدث ذات أيضا أن صدام كان يغير ملابسه ثلاثة مرات في اليوم لكن وراء ما يبدو بسيطا كان صدام يراهن على مظهرا يختلف تماما عن مظهر الحكام التقليدين في دول الشرق الأوسط لقد كان يراهن على صورة أكثر استقطابا للدبلوماسية الدولية التأنق والعروبة سعى صدام إلى تعزيز دوري كرب عائلة في عام 72 مع ميلاد ابنتي حلى حتى أن الصحف العراقية احتفلت بابنة القائد والسيد النائب ونشر صفحة كاملة تتضمن صورا للأبوين مع المولودة الجديدة بعد مرور فترة على ميلاد حلى قرر صدام يعطي حياتي الاجتماعية دفعا جديدا لذلك قرر الزوجان تنظيم حفلة على نهر دجلة على متن باخرة أجراء الاحتفال بهذه المناسبة كان الجميع يرقص ويضحك حيث أمر أحد الضيوف القبطان برس في جزيرة أم الخنازير وتقول أحد المدعوات حين نزلنا فوجئنا بشاب كان في انتظارنا لقد كان يرتدي بلة بيضاء اللون وأما قميصه وحذوه فكان أبيضي اللون أيضا لقد كان يلمع تحت ضوء القمر تسألنا من يكون الرجل حينها نطغ رجلان كان إلى جانبي إنه صدام حسين عدقنا في بعضنا لكن لا أحد منا كان يعرفه لكني كنت الوحيدة التي طرحت السؤال بصوت العالي ومن هو صدام حسين فنطق أحد الرجلين وقال أنتم أمام نائب رئيس العراق كان صدام حينها غير معروف من قبل الشباب وكان يسعى لبناء تحالفات بدأ صدام بمصافحة الضيوف ودعوة لتناول المشروبات التي استقضمت إلى هناك عن طريق باخرة أخرى حتى نلتقي في الجزء الثاني تقبلوا منا أجمل التحيات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر